حتى نستخدم أوراكل سيرفر شركة أوراكل عاملة مؤتمرات لتدريب على الأوراكل سيرفر فعاملة Virtual Machine موزعته داخل هذه اللقاءات اسمها Oracle Developer Day هذه Virtual Machine نشغلها عن طريق VirtualBox يلي هو برنامج بيعمل محاكاة لوجود حاسب وهمي داخل حاسبك فبصير أنا بقدر شغل نظام داخل النظام فحامله وإنستول لل VirtualBox سيطلب User Permission سيطلب Yes سيطلب Administrative Permission بعد ما يخلص Installation بصير بقدر أعمل Import هذه ال Virtual Machine على البوكس سيطلب مني نزل كرت شبكة وهمي أنا بحاجة لدي كرت شبكة وهمي من شان إذا بدي أعمل Access عليها بدي أحطها ببيئة وشغلها كساسكا سيرفر فحقل له أن ترسل على Record Corporation وأعمل له Install بعد ما يخلص بقدر أعمل له Start لهذا ال VirtualBox هذا هو برنامج VirtualBox هذا برنامج قدمته شركة Oracle مجانة هو كمان Open Source في واحد مثله من شركة VMware اسمه V Player وفي واحد كمان من شركة Microsoft وفي شركات التانية بتقدم نفس المفهوم برنامج بدل من خلاله أعمل New لأي Operating System سواء Microsoft ولا Linux بس من Microsoft يمكن إختار أي version من Windows موجود من Linux كما بدل إختار عدة versions من Linux معروفين وممكن إختار كمان شيء Other طبعا أنت ما بتختاره بتعمله Run Forum بأقلع أنت مضطر يكون عندك CD إقلاعي بس أنا لما بختار مثلا بدي Microsoft Windows وبدي فيه Windows 8 64 بيت حيحط لي مواصفات جهاز مناسبة من شان أنت تحط CD Windows 8 وتنزله على هاي Virtual Machine هي موجودة في هلا أنظمة هي بس مجرد محاكات للهاردوير بما أنه شركة Oracle موفرت لي هذا Oracle Developer Day لاحظ بعد ما نزلته لل Virtual Box صار أيقونته Oracle Developer Day صار أيقونته برتقالية بمكعب البوكسي اللي فيه الماشين فبدل أعمله أنا هلأ double click لحتى أعمل import لها لهاي الماشين فهو هيقل لي إنه شو المواصفات اللي مختارينها هاي مواصفات أنا ماني مطار عندنا عليها مختارين واحد جيجا رام CPU واحدة Flowpy DVD و اثنين هاردسك هذول هاردسك هينحطوا مثلا هايقل لك المسار تبعه هلا مثلا أنا ممكن فضل لحطهم مو بالC ممكن فضل لحطهم بالE أو بالD فأنا هلا هاختار الE مش هر تحطهم بالC حسب أنت يعني المساحة اللي عندك هو مساحتها OVA 4 جيجا نحنا حملناها من موقع Oracle لما تفرد هاي OVA بيفرد منها اثنين هاردسك واحد مساحته 7 جيجا و واحد مساحته 4 جيجا وهنا كمان قابلين للتوسع لحتى يصيروا بـ 12 بـ 12 هذا السيرفر نحنا بعد نعمله أنا باخترت المكان بينزله فيه وعمل import بيطلب مني اتفاقية من إنه مشان أنا استخدمه مو الأغراض تعليمية فقط هعمل agree لهي الاتفاقية وحيبلش هو يعمل importing تاخد هاي الشغلة شوية وقت لأنه عم يعمل extract لملف OVA لأنه هو بيأتي مضغوط تقريبا وحتى يفرده على ال E هون نحنا بحاجة لمواصفات recommended انه يكون الحاسب تبعك فيه 4 جيجا رام ويكون المعالج core to do فما فوق يعني يفضل يكون فيه كورين على الأقل هاد الشي مناسب منشان ما يصير عنده كتير بطب ال performance لأنه بالنهاية أنا هم بيشغل سيرفر Red Hat عليه نظام database Oracle ومعلوف أنه نظام database Oracle هو already tail أنا بيحاجة لمواصفات حاسب نيحة لأنه هلأ بيصير اشتغل نظامين فوق هذا الهاردوير الحاسب تبعك هلأ بس يخلص import لهي virtual machine نحن فيها نقدر نعمل لها run بشكل مباشر بس أما تعمل لها run أنا لازم اختار كطريقة اتصاله مع system تبع operating system الحالي فالhost هو هلأ Windows 8 بينما هو Oracle Server فنا ندعم عنده هذا المصطلح مين الهوست ومين الهوست فهلأ هذا هو هو ضيف بينما Windows 8 هو الهوست يعني يعمل له hosting لـ virtual machine فأنا هفوت على إعدادات هاي virtual machine على settings ونذهب لـ network كارد أما نذهب الـ network دعني نعمل لكم جولة على system و display هون بالsystem بقدر اختار أنا قديش بدي أعطيها رام فبدي أعطيها من راماتي فالحاسب هلأ راماته ستة جيجا فأح أعطيها منه واحد جيجا بدي أعطيها لعند النص أكتر من هيك كل ما زودت بصير بيعطيني warning بيقول لي أنه لازم تترك الهوست 16 CPU فبقدر اختار أنا كم CPU بقدر أعطيها لهاي الـ virtual machine هدول الخيارات هو يحاططون باي ديفولت لأنه أنا الـ virtual machine جبتها مثل ما هي وعمل تلقي import فشركة Oracle منزل عليها الـ Red Hat ومنزل عليها الأوراكل ومنزل عليها الـ SQL Developer لحتى أربط مع الأوراكل فأنا ما بدي شيء عاملوه غير أني أعدل على أعدادات الشبكة هون في بدي أضع أربعة كروت شبكة فهحط الكرة شبكة واحد وفيني اختار نوعه إذا أنت له بريج بيصير كأنه حاسب داخل الشبكة عندك حاسب نظامي منعزل عن الحاسب تبعك ففي أخذ IP من الـ Router مثلا من الـ ADSL Router إذا أنت له هوست أولي أدابتر فبس بيربط بين الـ Windows وبين الأوراكل سيرفر ما بيصير ربط مع الشبكة الخارجية إذا أنت له مثلا نات فهو ما بيربطه مع اللابتوب تبعك بس بيقدر يمرق الإنترنت بينما إذا أنت له internal network فهو بيربطه مع اللابتوب تبعك وممكن تعدل كمان على خصائص مين الـ PORTات اللي تفتحها ومين لا الآن حاليا أنا مالي متطر ضيفه ويحتى أخذ IP من الـ Router لأنه إذا فصل عندي الـ Router بصير أنا ما عد قدر أصله فأنا بدي يشتغل من دون راوتر فهوفت على نات هقل له بدي شبكة نات يعني ما بدي أصلا أعمله شبكة غير بين الحاسب على هذا السيرفر وإذا كان في عندي نات يقدر ياخد نات فهيعمل له شبكة وهمية هلا هو بالإضافة أنا فيني أعمل خاصية اسمه PORT FORWARDING فيني يقل له أنه أي ريكوست بيجي على لابتوبي على البورت مثلا بورت الأوراكل هو 191521 وفلو 1521 ففصير بقل له أي أحدة بيجي على 1521 فورا يعمل له تحويل للـ GOST فالهوست بورت هو الـ Windows 8 الـ GOST بورت هو الأوراكل فأنا هيك بيصير بيقدر حط حاسبي على أي شبكة بيجوز على النت بيجوز بقل بلان بقل بمحاضرة مثلا وقل لهم أنه تصلوا على هذا البورت وبعطيهم IP الـ Windows فبصير أنا بيعطيهم IP مو الـ Virtual Machine بيعطيهم IP الـ Windows للي هو مثلا هذا IP الـ Windows سرعي هلا هو 192621 فهي أحدة بيجي يصل لعندي على الـ IP بقدر يصير قل له على هذا البورت يحوله مشان أنا بالـ Firewall أفتح هذا البورت بس ما أبطر أفتح كل البورتات مثلا بالإضافة أنه لو راصل على الراوتر ففيني أنا قل له للراوتر يحول كل الطلبات بخاصية الـ DMZ لهذا الـ IP بالذات أقول له يحول البورت معين اللي هو 1521 للـ IP فأنا فيني إله الراوتر من 1521 حوله للـ Windows بيصلوا على الـ Windows من الـ Windows بقول له حول لي إياهون على الأوراكل بيصلوا على الأوراكل فبصير بقدر حط هذا السيرفر على الإنترنت كمان المهم أنا هلأ هحط هاي خاصية البورت من شان أقدر أصل له من الـ Windows لأنه هلأ هستخدم برنامج الـ Oracle SQL Developer من شان أتصل على الأوراكل سيرفر واشتغل عليه أنا بقدر فعلياً أشتغل على الأوراكل الـ Developer Day فوراً من جواته بس أنا من شان الـ Performance يعني أنه ممكن واحد زي كان عنده مواصفات الحسب ما لا كتير قوية الـ Performance تبع الحساء العمل داخل في بيئة الـ Virtual Machine بحياناً بيكون شوي بطيء خاصة لزي الشخص ما أنا متعودة كتير على الـ Linux هقل له هلأ أوكي بس إدي عدله بس عن الـ Network وحقل له أوكي وأعمل Start لهي المشين هقل لي أنه أنه أنت هلأ متى ما اشتغلت المشين فأنت الفارة إذا كبست على جوات الشاشة هتصير الفارة ملك الـ Virtual Machine التاني وله هتقدر طلع لازم إكبس الـ Right Control الـ Control اليميني بيفرق عن الـ Control اليساري حلو لا ترجيني المسيج مرة تانية هلأ بقى هتبلش الـ Virtual Machine أقلع هأعطي permission لإلى منشان الـ Firewall هلأ المشين هي عم تأقلع أنا كمان عم يخدميني منشان الماوس في شغلة أنه نحن أنا فيني أحطه هلأ فل سكرين وكبره وصير أقدر أتعامل معه يعني كأنه ماشين نظامية فمتلاحظ أنه هلأ عم يعمل بوت كأنه حاسب عم يعمل أقلع بينما هو في الليان برنامج فهون صار السوفتوير عم يحاكي عمل الـ Hardware يكمل أقلع وهو عم يأقلع ويصير بيعرض لي تفاصيل الأقلع لما يصير جاهز ويصير جاهز الأقلع بيصير أنا فيني يدخل يوزر نيم والباسورد طبعا إذا عملت فل سكرين فهتكبر الشاشة ويصير أنا بقدر أتعامل معه بحس كأنه أنا ببيئة أوراكل نظامي من دون ما أحس أصلا بوجود الـ Windows اليوزر نيم هو أوراكل والباسورد هي أوراكل هلأ حيعطيني هو بيئة ديسكتوب في عدة تفاصيل مثل بيئة الـ Red Hat وكوماند لاين كمان أنا ممكن أعمله شاتداون عن طريق سيستم شاتداون ممكن كمان لما بدي أغلقه سكر وقاله أعمله ساسبيند وبالتالي بيصير بقدر أعمله ريستور بسرعة من دون ما أطر أعمله تيرنوف المهم من كل القصة أنه أنا بدي برنامج الـ SQL Developer ليتتصل بالـ Oracle Server الفكرة الرئيسية أنه الأوراكل سيرفر هلأ شغال هاد الأوراكل سيرفر بدي واجهة لحتى أتعامل معه فالـ SQL Developer هي واجهة بمعنى آخر الـ SQL Developer هو باسمه مجرد client لا يوجده database لا يوجده tables لا يوجده أي data فأنا الأزر بيشتغل عليه من داخل الـ SQL Developer وكان حاسب تبعي الـ performance ما كثير جيد فهو ممكن نحس ببطء فأسهل الشيء اللي بدل ما أشتغل على الـ SQL Server داخل الـ Oracle هذه الـ Virtual Machine نزل Virtual Machine لتحت وبروح بشتغل فورا هل هي لساتها الأشغالة هم يرجيني preview عنها وبروح بشتغل على الـ Oracle SQL Developer مثلا من الـ Windows أو من الـ Ubuntu حاله يعمل لي Extract بس يخلص Extract ففوت على الـ SQL Developer هذا الـ SQL Developer كان ممكن نزله من نوقع أوراكل لأنه هو كمان تعمل أوراكل ولما تنزله يجب أن تنزله لحاله يجب أن نزله معه الـ Java Virtual Machine فأنا نزل معه الـ Java Virtual Machine JDK من شان ما أطل إذا كان واحد على حاسبه ما فيه Java ما يضطر ينزل Java فـ Double Click SQL Developer ويقلع الـ SQL Developer بس يقلع الـ SQL Developer ممكن نتجاوز الـ types هلأ هذا الـ SQL Developer كما اتفقنا هو مجرد عبارة عن client مجرد واجهة أنا هاي الواجهة بدي أتصل فيها بدي أتصل عفوا من خلالها لـ Oracle Server اللي موجود هو هون اللي على هاي الـ Virtual Machine وبالتالي من دون هاي الـ Virtual Machine ما بدني أشتغل أنا بحاجة لحدا يحط ليها أونلاين داخل الـ LAN على الحاسب بس أنا بحاجة إلي ما في مجال أني أعمل الـ Server من دونه هلأ ممكن أنت تنزل الـ Oracle Server على الـ Windows ممكن ممكن تشتري Oracle وتنزله على الـ Windows ممكن تنزله كمان على Linux غير Red Hat ثم هاي النسخة اللي تم تجي مع سيرفرات اللي أوراكل بتبيعه فحايل له أنا New Connection الـ Connection name هسميه Oracle اللي جاية مع الـ Virtual Machine هو Oracle 11G هسمي Oracle 11G OE لأنه هاتصل بـ Database موجودة sample داخل هاي الـ Database جاية معه فـ User Name OE الـ Password Oracle وحامل Save للPassword أهلا Oracle طبعا تنكتب هالطريقة Oracle O-R-A-C-L-E اوكي هلا الاتصال اذا كانت تصل لعند رفئك حاط لك على الويب فبدأك تضع له IP اذا عم تتصل على LAN فبدأك تضع IP لLAN اذا انا امرنه على Local Host وما أعطيته IP أعطيته NAT ما أعطيته Bridge فهقدرتكه Local Host بس الـ S-I-D هي O-R-C-L اذا عملت تست لـ Connection فهيعمل تست وهيقل لي Success ممكن كمان أعطيه IP اللابتوب يلي شفناه قبل شويه هو 105 فأنا 192 186 188 182 168 واحد 105 عمل له تست فكمان هايعمل تست هيتصل على حاله لاني أنا 105 او يمكن أنه مو 105 فنه يتاكد IFConfig سوري IPConfig على Windows وعلى Linux انا 102 فهو هيدلي جرب اخر شيء هايقلي فى فانا هقل له لا على 102 عمل تست هلأ الفكرة انه لو انطفى الراوتر او انا مالي موجود ضمن بيئة شبكة فما حادر اتصل عليه للسيرفر بشان هذا الخيار ساويته انا نات وحاتركه لوكل هوست طبعا ممكن بدل الهوكل هوست اختار المية وسبع وعشرين صفر صفر واحد يلي هو كمان يعبر عن الوكل هوست وعمل تست ويلي ساكسس هعمل سيف لهذا الكنيكشن بنحفز هون على جنب وبعمل له اتصال هلا انا متصل بالاوراكل سيرفر الموجود بفيرشن ماشين فحافتحها حلاء حافتحها يعمل لودينج او حيروح يفرد كل الخصائص اللي داخل هاي السيرفر هشوف التابل داخل هاي التابل طبعا هدولي تابل سامبل موجودين ضمن الاوراكل سيرفر يعني ينزلوا مع الاوراكل سيرفر في عندي تابل اسمه orders فيه order id order date order mode انه مثل طلبات وفواتير مثل سوبر ماركت صغير هاقل له select نجمة from orders فيه auto complete هذا SQL developer هامل له run هيرجع لي نتيجة تنفيذ هاي العملية فهيك انا كوم متأكد من انه الdatاباز سليمة و هم بادر اتصل فيها بنجاح وهيك بكون هيئة البيئة يبدي اشتغل فيها من شان هذا الكورس review للسql بالاضافة لتعلم PL SQL وتعلم فاهيم الاوراكل من triggers و functions و procedures وهي التفاصيل موسيقى 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 شكرا